السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع فيديو جديد من قناتكم عالم الكمبيوتر والبرامج ازايكم عاملين اي ربكم بخير في الفيديو بتاع النهاردة بازن الله نستعرض على حضراتكم ازاي نعمل امر برمجي ذات التشغيل لاصلاح نسخة الويندوز وتنظيفه واستعادة الملفات المحزوفة لو حضرتك حابب تعرف هنعمل ضمع بعض ازاي تابع معايا الفيديو لنهاية قبل ما نبدأ الفيديو بازن الله طبعا كلنا لما بنستخدم نسخة الويندوز باستمرار الوقت فتبدأ في بعض من الملفات من نسخة الويندوز بتتلف او ان هي ممكن تتحزف من على جهازك او ان النسخة بتاعة الويندوز تبقى نسخة ضعيفة محتاجة لعملية اصلاح في الفيديو ده بازن الله انا هعلمك ازاي تعمل اه امر برمجي اه لي اصلاح وتنظيف واستعادة الملفات المحزوفة من نسخة الويندوز وكأن انت لست مسطقها جديد طبعا اه ارجو ان انت تدعم الفيديو ده باللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلك من كل جديد طيب ايه الامر البرمجي اللي احنا هنستخدمه ان شاء الله انا بازن الله هتركولك في قلب صندوق الوصف زي انا حارك شايف كده انا عندي جزء اوامر اه برمجيين الامر الاولاني ده انا هستعيد بصحة نسخة الويندوز وهعمل عملية تنظيف لنسخة الويندوز تمام كده وارجعك ان انت لسه مسطرها جديد والامر التاني انا هعمل بيه اصلاح لكل الاخطاء اللي موجودة في ملفات الويندوز الجميل في الموضوع بقى ان الامر ده انا هحوله لملف ذات التشعيل يعني حضرتك بمجرد ما تعمله هتستطيع ان انت تحوله كانه برنامج لاصلاح وتنظيف نسخة الويندوز هتشغله بضغطة زر واحدة منك فهترجع نسخة الويندوز اه زي ما كانت عليه قبل كده طيب هنعمل ده مع بعض ازاي كل اللي انت هتعمله هتيجي تاخد الامر البرمجي الاول اللي انا بإذن الله ان شاء الله تركوه لك فعل بصندوق الوصف بتاع الفيديو بعد ما اخدت الامر اه نسخ تمام هتيجي تفتح اه مشتند نصتي جديد اللي هو نوت باد تمام كده وتيجي تفتحه وتعمل عملية لاصق للامر البرمجي بعد ما عملت له عملية لاصق هنبدأ نضغط على كلمة ملف وروح روحين على حفظ بإذن تمام كده هنبدأ نسمي الامر ده زي ما احنا حابين هنقول مسلا تنظيف آآ نسكة الويندوز الويندوز الهم من كده بقى ان انا هاجي اروح مغير اللغة العربية للغة الانجليزية تمام كده هوت واجي اكتب آآ مقطة تمام كده اللي هو انتداد الملف نقطة وكلمة باللغة الانجليزية ده امر مهم جدا وبعد كده ابدأ اعمل عملية حفظ على سطح ايه المكتب الخاص بي هبدأ اضغط على حفظ على سطح المكتب هقفل بقى النوت باد مش محتاجه هتلاقي حضرتك ان آآ نسخة آآ النوت باد اللي انت لصقتي فيها الامر البرمجي تحولت للصورة اللي حضرتك شايفة ديه عبارة عن شكل آآ مستند آآ باد تمام كده هوت واخد شكل طيب عشان انت بقى تشغل الامر ده عشان تعمل عملية تنظيف واصلاح واستعادة لصحة نسخة الويندوز كل اللي انت هتعمله هتقف عليه تعمل كليك يمين وتبدأ تعمله تشغيل كمسؤول ومجرد هتعمله عملية تشغيل كمسؤول هيبدأ الملف ده في اصلاح واستعادة صحة نسخة الويندوز واستعادة الملفات اللي هي فيها تلف فان انت لست مسطب نسخة جديد هنورد حضرتك تمام كده لحظات بسيطة هيبدأ الامر البرمجي ده بدون تدخل منك يعمل عملية اصلاح لنسخة الويندوز بدون اي تدخل بشري منك هتنتظر لحظات لحين بدء الامر البرمجي واستعادة آآ اللي هي النسخة بتاعة الويندوز زي ما حضرك شايف كده هيبدأ يعدي معك يبقى الامر البرمجي اللي احنا عملناه هيشتغل اوتوماتيك عندك عليك هزك هيبدأ يعمل استعادة لصحة نسخة الويندوز وتنظيف للنسخة يعني في اي ملف كان تالف او في اي ملف آآ اتحزف بالخطأ منك هيبدأ هو يرجعه كأن انت لسه مسطب نسخة ويندوز جديدة كل المطلوب منك ان انت تنتظر لحين اللي انتهى من هذه العملية وبعد كده تعمل عملية قاعدة تشغيل لجهاز الكمبيوتر الخاص ديك. الملفات دي طبعا بعد ما هتعملها هتحتفظ بيها على جهاز الكمبيوتر كأنها برامج انت اللي عملتها في ايدك. كل مسلا سبعين ثلاثة تبدأ آآ شغل الامر البرمجي ده هيبدأ هو يعمل عملية تنظيف واستعادة لنسخة الويندوز واصلاح ليها في اي ملفات آآ تلافك. طيب انا هسيب الامر البرمجي ده شغل عشان ما نطولش عليك الفيديو. ونيجي عند الامر البرمجي التاني اللي انا هبدأ اعمل بيه اصلاح لكل ملفات آآ نسخة الويندوز هتبدأ برضو حضرتك تاخدوا آآ نسخ. تمام? كده هو. وبعد كده نجيب برضو آآ جديد. او مستند نص جديد. هنفتحه. ونبدأ نعمل عملية لصق لهذا الامر. تمام? ونيجي نضغط على كلمة حفظ. هنبدأ هنا نكتب اصلاح ملفات الويندوز. نقول مسلا اصلاح. نغير اللغة طبعا للغة العربية. هنقول اصلاح. الويندوز. تمام? وبعد كده تيجي عند آآ اللغة تغيرها للغة الانجليزية. تكتب نقطة من لوحة المفاتيح. وبكى كلمة بات. تبدأ تضغط حفظ على سطح المكتب. تمام? زي ما حارك شايف. زهر عندي ملف تاني اسمه اصلاح آآ الويندوز واخد شكل التروس. هرجع للملف اللي انا كنت سايبه شغال. زي ما حارك شايف هو هنا اوصل آآ 47 في المية. طبعا ما يفعش حضرتك تشغل الامرين مع بعض في وقت واحد. آآ انت هتعمل الامر الاوليني وتنتظر الحديث ما يخلص. وبعد كده تبدأ تشغل الامر التاني. طبعا آآ انا هوقف الفيديو لحين انتهاء آآ عملية الاصلاح. وارجع ليك مرة تانية عشان شغل ليك الامر البرمجة التانية. واري لحضرتك انه هيبدأ يعمل اصلاح واستعادة لكل ملفات الويندوز اللي كان فيها اخطاء. تابع معايا الفيديو. بعد الانتهاء من آآ تنظيف نسخة الويندوز باستخدام الامر البرمجة الاول. هنروح رايحين على الامر البرمجة التانية اللي هو هيصلح كل نسخة الويندوز ويستعيد الملفات كأن انت لست مسطم نسخة ويندوز جديدة. طيب هتشغله ازاي بنفس الطريقة تقف عليه كليكي مين وتبدأ تعمل حاجة اسمها تشغيل كمسؤولة. كمام? زي ما حراك شايف كده هو بيقولك ان العملية هتبدأ آآ هتاخد بعض من الوقت. كمام? زي ما حراك شايف كده هيبدأ يعيد آآ من آآ واحد في المية لحديد آآ مية في المية. لو كان في اخطاء هيظهر ليك ويقولك ان في اخطاء موجودة في نسخة الويندوز الخاصة بيك. وبعد ما هينتهي من عملية الفحص واصلاح الملفات كل اللي مطلوب من حضرتك ان انت تعمل اعادة تشغيل لجهاز الكمبيوتر الخاص بيك. يعني بعد ما كل امر برمجي ينتهي تبدأ تعمل عملية اعادة تشغيل لجهاز الكمبيوتر. كل اللي انا بطلبه منك ان انت آآ بعد ما نفست هذه الاوامر البرمجية المهمة تحتفظ بهذه الاوامر عندك على جهاز الكمبيوتر كأن هي برامج آآ انت اللي عملتها لاصلاح وتنظيف آآ نسخة الويندوز. ممكن تشغلها كل اسبوعين او كل شهر عشان ترجع نسخة الويندوز كأن هي جديدة بدون ما تحتاج ان انت تسطب آآ نسخة آآ ويندوز تانيان. طبعا هننتظر لحديد ما الامر داي انتهي واوري لحضرتك هل في اخطاء في نسخة الويندوز الموجودة على الجهاز بتاعي ولا ما فيش تابع معي الفيديو لحين الانتهاء. زي ما حضرتك شايف كده. هو هنا آآ تم الانتهاء من عملية الفحص على جهاز الكمبيوتر الخاص بي. طبعا ما فيش اي آآ مشاكل موجودة. لو كان في موجود مشاكل على جهاز الكمبيوتر خاص بيك. آآ يطلب منك ان انت هتعيد تشغيل الجهاز. بعد ما حضرتك تعمل عادة تشغيل الجهاز الكمبيوتر بتاعك عشان تصلح الاخطاء اللي كانت موجودة. كل اللي انا بطلبه منك ان انت تحتفظ بهذه الملفات اللي احنا عملناها عن طريق الاوامر البرمجية. في مكان خاص على جهاز الكمبيوتر بتاعك. وتيجي مسلا كل اسبوعين او كل شهر تعمل عملية اصلاح لتنظيف واستعادة آآ نسخة الويندوز كما كانت. كأن انت لست مسطب نسخة ويندوز جديدة بهذه الاوامر اللي بتشتغل بطريقة تلقائية. طبعا ارجو ان انت تدعمني باللايك والشير والاشتراك في القناة عشان مسالك منها كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.